قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية دكتور أنور قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أن من المهم أن تتابع المنظمات الحقوقية والإنسانية التصفيات التي يقوم بها الحوثي في صنعاء إثر انتفاضتها على جورهم مضيفا أنه لا يجب أن يغيب عن هذه المنظمات هذا السجل الإجرامي وفاد قرقاش أنه رغم سيطرة الحوثي على العاصمة إلا أنه يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة القادمة وأصبح عاريا بواقعه الجديد وأوضح قرقاش أن اليمن مقدم على خريطة وتضاريس سياسية جديدة مشيرا إلى أن عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية معكدا أن بطشها في صنعاء مؤشر لسقوطها